بسم الله الرحمن الرحيم أولا بنتحفظ بس على الهجوم الغير مبرر من السيدة عفراء قلبي على الأزهر واتهمنا بعدم المعرفة وأنا لا أدري يعني أي القضايا المعصرة وتقول المنبر من المنبر كلام إن شاء لا يليق أن يصدر من يعني امرأة عاقلة نحترمها حتى لو اختلفنا معها فراء فلا تتدخل يا سيدتي في شؤون الدول ولا المرجعيات الإسلامية أرجوكي أما أصحح بعض الأشياء التي غابت أنه يقول إن الإمام أحمد وأبو الثورة كذا يا سيدتي هذا في إمامة المرأة لبني جنسها من النساء لكن لم ينقل أنا أستاذ فقه مقارن على مزاهب السنة والشيعة الجعفرية والشيعة الزيدية والمزهب الإباضي بسلطنة عمان لم يثبت عند فقيه واحد أن المرأة في الصلوات المفروضة يعني بتأم الرجال أو صلوات الجماعات زي الخسوف والكسوف والاستسقاة وصلاة العدين وما أشبه